عقد الوفد الصيني الأولمبي صباح اليوم الأربعاء ما رسم رفع العالم في قرية جيانلين للألعاب الأولمبية حيث يبدأ رحلته في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وأقيم الحفل في الساعة العشر صباحا بالتوقيت المحلي ووصل الوفد إلى كوريا الجنوبية يوم الاثنين وسيتنافس 82 من الرياضيين الصينيين في 55 مباراة من 12 نوع ويعد هذا الكم هو الأكبر من حيث عدد المباريات التي شارك فيها الرياضيون الصينيون في هذا العام وستقوم لاعبة التزلج للمسافات القصيرة جويان بمهمة حمل عالم الوفد الصيني في مراسم الافتتاح يوم الجمعة